بسم الله الرحمن الرحيم. اذا درس اليوم سيكون جيد في الرياضيات. دائما المكعب ومتوازن مستطيلات. الى اننا ستنطرق بحول الله الى صفحة ستة وخمسين. ابدو على بركة الله. اذا عندي تمرين اتناع عشر. اتمرن. اذا تمرين اتناع عشر. ان نقلو. واحسبو حجم متوازي المستطيلات. اذا سننقل هذا الكاتل. هذا الاطار هذا في الدفتري. ومن ثم سنحسب الحجم ديال المتوازي المستطيلات. اول حاجة نقوم بالمل ديال هاد اه هاد الفراغات اللي عندي هنا. عندي هنا ايه متوازي مستطيلات. عندي هذا هو الطول. اذا لاحظة الطول ها هو قاعد الاحرف هنا ايه تمثله الطول. اذا الطول هنا ايه هو ستة سنتيمتر. دكو? العرض. عندي العرض. هذا الحرف يمثل العرض. هذا يمثل العرض. لمثل العرض. لمثل العرض الى اخرين. اذا العرض هنا هو دو سنتيمتر. اثناني سنتيمتر. الارتفاع. ارتفاع المتوازي المستطيلات. اذا عندي هنا ايه الارتفاع هو ثلاثة سنتيمتر. هنا نطبق القاعدة. قاعدة اللي هي شفناها. الحجم يساوي الطول في العرض في الارتفاع. اذا نعود هنا ايه طول في العرض في الارتفاع. دك ثلاثة فجوة ستة. ستة ستة وتلاتين. دك حجم متوازي المستطيلات هو ستة وتلاتين سنتيمتر مكعب. نمر السؤال باء. السؤال باء احسبو حجم مكعب مرسوم. احسبو حجم مكعب مكعب قياس طول حرفه عشر سنتيمترات. دك غنبداو بحجم المكعب. دائما نذكره بقاعدة. اشنا هي? حجم المكعب هو الضلع في الضلع في الضلع. هنا حيث الاضلع متقيسة تندير الضلع في الضلع في الضلع. لو ان لديه متوازي المستطيلات نقول الطول في العرض في الارتفاع. لان انت استطيعوا التمييز بين الطولي والعرضي والارتفاع. اذا هذا دائما تمرير رقم اتنى عشر. السؤال باء. هنا نعوض. قالوا لي احسبو حجم مكعب قياس طول حرفه عشر سنتيمترات. اذا نعوض الحجم ديال هاداك المكعب. هو عشر سنتيمترات. فعشرة ديالي سنتيمتر. فعشرة ديالي سنتيمتر. دونك عشرة فعشرة. هي مية فعشرة هي الف. الف سنتيمتر مكعب. الف سنتيمتر مكعب. احسب حجم متوازن مستطيلات. قياس قاعدته واحد متر مربع. وقياس ارتفاعه خمس سنتيمترات. دونك السؤال جيم. عندي متوازن مستطيلات. عندي المساحة القاعدة. عندي الارتفاع. عندي مساحة القاعدة هي واحد متر مربع. عندي الارتفاع هو خمس سنتيمترات. عندي اذا هذا المربع. هذا المتوازن مستطيلات. ساقوم بحساب مساحته. نتنكر القاعدة. قلنا ماذا الحجم يساوي الطول في العرض في الارتفاع. يك اولا قلنا الحجم ماذا يساوي. هذه المساحة ديال القاعدة. دونك مساحة القاعدة هي في الارتفاع. دونك نشتغل هذه الخاصية ثانية. هنا عندي سنتيمتر. وهنا عندي المتر مربع. ستكون عندي نفس الوحدة. اما هنا. اما هنا المتر بشيء وهنا المتر مربع. او لا هنا نخلي السنتيمتر وهنا نحوله للسنتيمتر مربع. اذا عندي واحد ماتر مربع. نحولها للسنتيمتر مربع. واحد ماتر مربع اللي درناها في الجدول. ستسوي عليه. اه عشرة الاف سنتيمتر مربع. اذا نجي يطبق القاعدة الحجم. ستسوي لنا مساحة القاعدة. في الارتفاع. اللي هي عشرة الاف سنتيمتر مربع. مضروبة في خمس سنتيمترات. اللي هي الارتفاع. اذا هذا شيء ستسوي لنا. دائما الحجم. ستسوي. ستسوي خمسين الف سنتيمتر مكعب. خمسين الف سنتيمتر مكعب. هيا ساقومه بتقطيرها. فاضحة. الى قالوا اننا نحسبوها بالمتر مكعب. غنخلي هذا. خليها بالمتر مكعب. ونجي السنتيمتر نحوله السنتيمتر اللي نحوله المتر. فاهمي? ندزل سؤال تلتاش. دائما عندي سؤال تلتاش هنا. ولاحظ القياسات على شكل المجسم. واحسب قياس حجمه. القياسات كلها بالسنتيمتر. اذا هنا هذا المجسم اللي عندي هنا. عبارة كان عبارة عن ماذا؟ على واحدة متوازل مستطيلات. الا اننا قمنا ببطري. حيث نهد الجزء هذا. اذا في الحساب ايش عندي له? انا اعتبر ان هذا كل ما كان عندي كان متوازل اه. كان متوازل مستطيلات. ثم. ثم نحيد منه هذا الجزء المبطور بشع صنع. هي الحجم ديال هذا الجزء الملون بالاخضر. اذا على بركة الله. هنا عندي سؤال رقم تلتاش. اول حاجة نحسبه. نعتبر نعتبر المجسم عبارة عن متوازل مستطيلات. مستطيلات. متوازل مستطيلات. هالطول هالعرض هالارتفاع. نطبق القاعدة. الطول في العرض في الارتفاع. نطول اللي هو عشرة. في العرض. اللي هو اربعة. في الارتفاع اللي هي ثمنية. قلنا هنا يا. القياسات كلها بسنتيمتر. هذه تساوي لي. ثلتمائة وعشرين. ثمنية فربعة اثنين وثلاثين. فعشرة ثلتمائة وعشرين سنتيمتر. مكاعد. نحسب الحجم ديال الجزء المبطور. هذا الجزء اللي اللي محيي عندي من هنا. هوا حجم الجزء المبطور. اذا حجم ديال الجزء المبطور عبارة عن ما تدعوه. عبارة عن متوازل المستطيلات. متوازل المستطيلات. هنا نحاول لقاء هاد القياس. هنا رأ講 عندي هاد القياس و هاد القياس هوا ورأ عندي. هذا رأى هو هدا. اربعة. لكي بقي هذا القياس هذا. لكي تحشلات لحظو انا عندي عشرة. هنا عندي ابوثة ونصف هنا عندي ثلاثة ونصف. في الأجمع. ثلاثة ونصف مع ثلاثة ونصف. هي سبعة. سبعning لحيطة important to ES gonna be here. غريب قليه هنة. غريب قليه regeneration ثلاثة. كوه اللي هي هنا. دونك عندي نطبق القاعدة اللي دي المتوازن المستطيلات. اللي هي طول في العرض في الارتفاع. ثلاثة فاربعة في اربعة فاصلة خمسة. هات سوي ليها اربعة وخمسين سنتيمتر مكاعة. ما زال ما سريك. الان غان نحسب حاجم هذا الجزء الملون او للمجسم ملون بالاخضر. انا حسبت المجسم كامل على اعتبار انه متوازن مستطيلات. انا حسبت الجزء المبطور ثم ندير عملية ديال الطرح. دونك حجموا المجسم. حجموا المجسمي. هو. ما سوف نلقيت في الول. لقيت تلتمية وعشرين. سنتيمتر مكعب. انحيد منها اربعة وخمسين سنتيمتر مكعب. وغضو يعطيني الحجم اللي هو مئتاني. وستة وستونة سنتيمتر مكعب. اذا هذا هو الحجم ديال. هذا المجسم الملون بالاخضر. ندزل الان للتمرين الموالي. يجب التمرين. رقم. اربعتاش. ولاحظ قياسات الطول العرض والارتفاع لمتوازن مستطيلات. ثم احسب حجمه. ولاحظ قياسات طول والعرض والارتفاع. ثم احسب حجمه بسنتيمتر مكعب. اذا هنا نحط القياسات غلقوا ان الطول ميتين وخمسين ميلي متر. العرض صفر فاصلة صفر ربعة متر. الارتفاع عشرة سنتيمتر. اذا هنا الوحدات تختلف. اول حاجة خصني هي تكون عندي نفس الوحدة. هنا قالوا ليه. نحسب الحجم بسنتيمتر مكعب. اذا الوحدة اللي غنحول لها هذه الابعاد كاملها هي السنتيمتر. هنا عندي سنتيمتر. غايبقها. نجيل هنا ندير تمرين. تمرين اربع عطاش. هنا الارتفاع هاي له الطغ عش. تتسوي عشرة سنتيمتر. هنخليها بسنتيمتر. داكو. طول. ليه هو اللي كبيرة. ميتين وخمسين ميلي متر. غايق سننحول هال سنتيمتر. هاي تتعطني خمسة وعشرين سنتيمتر. داكو. الآن للعرض. العرض جحل فيه. سفر فاصلة سفر اربعة متر. برضا. لحولها. لاش؟ السنتيمتر. غايبقها اربعة سنتيمترات. اذا ها هما الوحدات. ها ها الابعاد. لقيتهم كلهم. بالسنتيمتر. الآن غا نتبق القاعدة. طول في العرض في الارتفاع. دا الحجم تيسوي لي. الطول في العرض في الارتفاع. اللي هي خمسة وعشرين سنتيمتر. مضروبة في اربعة سنتيمترات. مضروبة في عشر سنتيمترات. دا بحطرة تنكرر سنتيمتر. باش تعرفوا انني دائما خستني خدم بنفس الوحدة. تتسوي الف. سنتيمتر. سنتيمتر. مكعب. احنا جوبنا على الشق الاول من السؤال. هنا با. احدد قياس حرف مكعب له الحجم نفسه ان امكن ذلك. اذا اشخاص ندير. سؤال با. قلب اليومتي. اعطينا واحدة مكعب. مكعب. له نفس الحجم. عنده هو الف سنتيمتر مكعب. اذا تتذكروا. كيف نحسب حجم مكعب? هو ماذا? هو الطلع. في الطلع. في الطلع. هنا عندي الحجم هو الف سنتيمتر مكعب. اشنا هما? العدد اللي غا نضربوه. في نفسه. ونعود نضربوه في نفسه. واعطيني الف سنتيمتر مكعب. اذا العدد هو عشرة. عشرة. في عشرة. في عشرة. دونك هاد المكعب. اللي غا يكون عنده نفس الحجم ديال هاد متوازن مستطيلات. هو مكعب حرفه. مكعب حرفه. محال. عشرة. عشرة سنتيمترات. مكبشة عشرة. في عشرة. في عشرة. اذا هذا هو سؤال باء. ندود الآن لتمرين رقم خمستاش. انقلوا الشكل على تربيعات دفتري. واحسبوا. اذا عندي هنا هاد الشكل هذا. اولا احسبوا قياس حجمي. الجزئي المبتوري من المكعب الذي يحرفه خمس سنتيمترات. دونك هنا عندي مكعب. يعني مكعب حرفه خمس سنتيمترات. هنا عندي خمسة. هنا عندي خمسة. وهنا كذلك عندي خمسة. دونك اللي طلعت من هنا تل هنا. لتكون عندي خمسة. زيت بهذا التهوة خمسة. طلعت من هنا خمسة. الى اخير. واضحة. مزيد. هذا كان عندي مكعب. دونك لحسب اول حاجة قياسه. قياس حجم الجزء المبتور. اذا هنا الجزء المبتور هو على شكل متوازي مستطيلات. هذا المتوازي مستطيلات خصني القليل الابعاد تدلو بثلاثة. سوف نضغ هذا. يلا بدنا نعرف الابعاد باش ما يتخلطوش لي. باش ما باقيش باش ما باش ما باقيش انتلفهم او لنعود واحد البوعد. مثلا طول نحسب هذا ونجي نحسب مع هذا دائما نطلق من واحد النقطة. مثلا لنجيت لهذه النقطة نطلق منها. نشوف هاد البوعد. وهاد البوعد. وهاد البوعد. فهمين? دائما او لنجيت لهذه النقطة. مثلا غنشوف اشنا هو هاد البوعد اللي عندي هنا. ونرجع للنقطة ديلي. ونشوف هاد البوعد اللي عندي هنا ورجع للنقطة ديلي. ونشوف هاد البوعد اللي عندي هنا ورجع للنقطة ديلي. تفهمين? انا غنطلق من هاد النقطة. هاد البوعد هاد يشحل فيه. انهنا اللي هنا ثلاثة. ها هي. غنرجع للنقطة ديلي. هاد البوعد هاد يشحل عندي فيه? فيه خمسة. ها هي. ونرجع للنقطة عن الإجتماع و طالت هذا البعض الجزئي المبطور إذن قياس وحجم نحن نزيد حجم قياس وحجمي الجزئي المبطور توجوغ طول في العرض في الارتفاح خمسة في ثلاثة في إثنان خمسة في ثلاثة في إثنان ثلاثة في جوج ستة في خمسة ثلاثين إذن هي ثلاثين سنتيمتر مكعب إذن حجموا الشكل إذن قاعدة بقى نحسب الحجم ديال هاد الشكل الملون بالأزرق أ prova ما قلنا فى الأول كان عبارة عن كل مكعب وحيدنا منو هاد متوازن مستطيلات إذن كيف نحسب هذا الشكل أنا أعتبره أنه في الأول كان عبارة عن مكعب ونحسبه ثم نقسم منه هاد القياس دي لهذا الحجم اللي كان عندي هنا تفاهمي إذا السؤال بقى أول حاجة غنبدأ بها هي حجم المكعب عرفنا أن حجم المكعب قلنا المكعب كان القياس دي الحرف دي له خمسة سنتيمتر وحجم المكعب هو خمسة 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 وعشرين خمسة مئة وخمسة وعشرون سنتيمتر مكعب نزيد الآن حجم المجسام هذك المجسام الأزرق عندي الحجم حجم المكعب كامل وحجم الجزء الموطور إذن سهل لقى الحجم دي المجسام دانك اللي هو حجم المكعب اللي هو خمسة وعشرين سنتيمتر مكعب ناقص الثلاثين سنتيمتر مكعب غlé تسوي خمسة واتسعون سنتيمتر مكعب الحجم المجسسم لكن دائما نسيطة المجسسساك لابطبي لابطبي هذه الصفحة J'observe Je reproduis sur mon cahier Et je calcule J'observe Je reproduis sur mon cahier Et je calcule وعيد 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 Donc pour la question Ou bien pour la consigne Numéro Ou bien la consigne A Je détermine le volume V De ce parallèle épipède Rectangle C'est la première des choses à faire D'accord La deuxième question Je détermine la contenance en litres D'un parallèle épipède rectangle De longueur 1,4 m De largeur 9 cm Et de hauteur 80 cm Sachant que 1 litre Est égal à 1 cm³ D'accord Donc Je vous invite à dire La seconde question Je n'ai pas de force Je vais d'abord On va faire des choses On va faire un processus Avec la communication Avec la communication Et la communication On va faire du trajet جم Having observe je reproduit sur mon cahier et je calculate pour la reproduction c'est à vous de le faire نسبال ، عادة الرسماء فضلك ، حسينة أحسين الأنسية نحن فقط هنا عندي في الطول تسعود الأمطار وعندي الارتفاع هو تلاتة الأمطار ولكن عندي هذه العلامة ديال التقييف. تعني ان هذا الحرف يقيس هذا الحرف. اذا هنا عندي تهية تلاتة ديال الأمطار. طول في العرض في الارتفاع. تلاتة 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 تسعود واحدة ثمانين واحدة ثمانين متر مكعب. هنا جوابنا على السؤال. او التعليمة. هنا عندي الأبعاد هاوما. وانا اشتنعرف العلاقة ما بين الحجم والسيعة. نقول ان واحد لتر تتسوي واحد ديسي متر مكعب. باش يسهل علي الحساب ديال السيعة بالليتر. غنحاول نلقى الحجم كله ديسي متر مكعب. هنا عندي سنتيمتر. هنا عندي ديسي متر. وهنا عندي الماتر. اذا اش غندير? غنحولهم الديسي متر باش اللقاء الحجم الديسي متر مكعب اللي هو الليتر. داكو? داك عندي 1.4 متر. 1.4 متر. نحولها الديسي متر. غازي تعطيني 14 ديسي متر. ها هي القطع. هنا عندي ديسي متر نخليه. هنا عندي تمانين سنتيمتر. تمانين سنتيمتر اللي حولها الديسي متر غازي تعطيني تمانية ديسي متر. ونجي نحسب الحجم ديال المكعب اللي عندي. لذلك. نحصل على عبارتاش. تقال كاتوز ديسي متر. فو نف. فو. وي. ديسي متر. نحصل على عبارتاش ديسي متر. تسعود ديسي مترات وثمانية ديال ديسي مترات. نحصل على عبارتاش ديسي متر مكعب. وبما انه نتنعرف انه. واحد لتر تسعود واحد ديسي متر مكعب. ادن الف وتمانية ديسي متر مكعب غازي تسعود ليها. الف وتمانية ديال اللترات. ادن سيها. اه. اه. ان فرانسي. اتقال كمبين? الف وتمانية لتر. الاعتبار ان التسي متر مكعب هو اللتر.